الحزبان الذين شكلت تحالف الذي طبيعة الحال لازال مستمرا إلى تشكيل حكومة انتقالية المقبلة مع الإشارة الأكيدة وهو تراجع أسهم أنجيلا ميركر يعني على المستوى الألماني لأنه آخر استطلاع الرأي أكد على أن ما يقارب 47% يطالبونها بالتخلي قبل انتخابة قبل انتخابة 2021 وهذا يظهر على أن المرأة الحديدية لم تعد تظهروا بذلك الموقع أكيد الآن كورا عند حزب الشراكي الديمقراطي لأنه بطبعة حالة التدخل لم يكن فقط من طرف الحزب وإنما أتى أيضا من رئيس الألماني لطبعة الحال الذي هو من زعماء الحزب من أجل إنقاذ ألمانيا لماذا؟ لأن السياق الدولي والرهانات المطرحة لأوروبا هي التي تفرض نفسها الآن ليس غير المطالب ديال الأحزاب لا يتعلق الأمر بما يطالبه الحزب الشراكي الألماني من تشكيل الولايات الأوروبية أو تقديم بعض الضمانات الاجتماعية أو تخلي عن بعض الشروط المجحفة إلى آخره التي كان يطرحها تكتل المسيحي الديمقراطي كشروط أساسية من أجل الفتح والحوار عمام الحزب الشراكي الديمقراطي الآن أوروبا كلها تضغط من أجل تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا أيضا سياق الدولي الذي يتميز بإدارة مختلة نفسيا لدونالد ترامب سياق الهيمنة الروسية على المستوى الشرق الأوسط الهيمنة الاقتصادية الآن أوروبا بدون قيادة ماكرون الذي كان يتوقع أن تتشكيل حكومة ألمانية تكون بصفه أنه يفتقد